هي عملية التطهير للبروفيلات متاحهم اللي صارت معتها مابين الليلة هي كلهم فسخوا معت تقريبا الناس اللي حكوها ها ومرمدها وهي كيفاش خرجت وللأسف أغلب الناس اللي كتبت ومنهم ناس نعرفهم وكيد رمي يسمعوا فياتهم ويعرفوا اللي نقصد بهم تقريبا هم اللي كانوا ينتموه الحزب يا أخر جيان مرمدوك يحكوا على التمرميد ومش معقول يخرجها بالطريقة هادية إيه بعد رستلهم غدوة يفسخوا في البروفيلاتهم لكن اللي ستوريك يقعد للأسف صبر صبر الناس رأوا مساليش ترزن شوية أنا ديما نعود فيها مساليش لعبات ترزن شوية تاخذ وقتها لأنه شفت الاستثمار السياسوي رخيص لقضايا بسيطة ساعات يعطي نتيج عكسية طول آية خرجت نجلة بودانا ينجزوا على المعلومة هذيك شن هو البارح تقريبا بعد التحوير شن هو اللي صار سبال للأحزاب المساندة للمسار هاو معاين منكم حتى حد هاكم ما اخذيتوش هاك عرفت كل مباصم تاع أولاد صغار معنتها أنا نسميه أحط أنواع الممارسة السياسية اللي توصل إلى النميمة اللي مارسوها رجال وانساء مش مش نقوليش حديث كذان ولا عندي مشكلة مع الجندرة لا اللي مارسوها الصوص هيك النميمة الرخيصة وفي نفس الوقت هايا نستغل وريت يا نجلة بودان ما تقدمت مع قايس عيد هاو طردك ومرمدك ومعملك حد شيء ونصف الليل خرجك وواحد يقول ماضي ساعة وساعتين مايش هذي مش هذي تدار المعارك خن نرتقوه شوية بالمعارك نعملوا معارك متع برنامج تصورات احنا البارح رئيس الحكومة الناس يقول تحكي تخنى له بروفيله ويلوجه والاعباد بدأت تحكم عليه واحد يقول راه فرانك فوني واحد يقول معادل الاسلام السياسي واحد يقول راه وما نعرفش مع البيات واحد يقول لا تشنيء كل شي فهنت ولا تجاه للبارح في الكلام هذي احنا في الاخير يعنينا الانجاز يعنينا الانجاز هذي يعنينا بحذ ذاته انا نقول باش نلخص تقريبا اللي صار البارح في معناتها الموقع متاع تسلم السيد احمد الحرشاني مهم جدا لكلام اللي قال بقطع النظر على الاعتراف بالجميع وهذه مسألة مهمة جدا انسانيا في الحد الأدنى الانساني السيدة بدنت حملت مسؤولية في فترة صعيبة برشة وكانت تقريبا اول مرة تشد مرأة رئيس حكومة يظهر لي في الوطن العربي وبين الاحتفاء وبين اعتبار النوع منها كما قال هو مساحيق للتجميل والبارح يحكي على النساء قال النساء ليست مساحيق للتجميل تم الناس اللي اعتبروا اللي اختيارها بشكل رئيس حكومة هو نوع من مساحيق التجميل للانقلاب متاع 25 جويدة قدت كان لها دور قدت دورها تقييمها نجحت منش حدش منش مش نختلفوا فيه برشة يعني بتقريبا من اهم الملفات اللي انتدبت من اجله هو الملف الاقتصادي والاجتماعي مفيش نجاحات صحيح الامور ما وصلتش الى حد الانهياء اللي يبشرون به برشة ناس يحبوا تونس برشة عتا كل شهر صييرة او صيحة مش طيحة او غدوة بعد غدوة بعد جمعة ما نهرتش البلاد استطعنا في الحد الادنى اللي جزء من الديون متاعنا انخلصوه بالرغم اللي هو ضد قناعتي انا مع التمرد حتى على المديونية هدية والجانب هدية اما على قل بالمعايير اللي يحكوا بها الاقتصادية متاع الاقتصاد اللي بيرالي نجحت البلاد اللي هي تخلص الديون متاحها وما تدخلش في حالة لفتاس ولا تمشي النادي باريس اللي باشرون به معاتها اذا كان ما تحسنتش الامور على قل وقفة النزيف الى حد ما هذائي في الحد الادنى نقولوه لكن انتظارات الشعب على مستوى الاقتصادي والاجتماعي وهيكا الاقلاع الاقتصادي وتعافي الاقتصاد ما نجحتش فيه السيدة بودن ينجي مكون مش هي سبب لانه جزء زاد من سبب رئيس الجمهورية لانه يشترك معها في الخيارات هذية وجزء من السبب زاد التركة الثقيلة للبلاد هذية لانه نحكوا على مديونية انا مش في النهار والليلة وسط 120% تقريبا 25 جويلة 2019 وقت التخلنا يظهر لي في 80% بيخريفة تدعو لانعاس فقطنا باش ننهي 80% اما انا معاتها عمليا خلوا نقولو عملية الباساسيون الانتقال كانت بطريقة حضرية والامرأة اعطاها حقها واثنى عليها في الكلمة ما يقارب خمسة ولا ستة مرات لذلك من استعجلوش رب يوجهها خير انا واحد من ناس كمواطن تونسي بالنسبة لحصيلة عملها مش نقولو لم تنجح اذا كان ما قلناش مش ما نقولوش فشت اما نقولو لم تنجح على الاقل في طرحاته على روح خلف ذلك فقط تفاعلا معاك انت قلت الحرب القادمة باش يكون نفس السؤال اللي ضيفنا ظفر اللي صغيري قلت الحرب الحقيقية المعركة الحقيقية معركة التحرير اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية في كل مرة هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية وهذا انت كل مرة تقولو ربط مسألة الحرب الاقتصادية والاجتماعية بمسألة التعينات اليوم وتطهير الادارة اليوم والتعينات اللي صارت تقبل وبعد خمسة وعشرين جويلة النجم ونربطه هذا بذلك نجم يكون حديث رئيس الجمهورية على مسألة تطير الادارة. هو يدخل في ايطان حرب التحرير كما يسمعه هو. انا بقطع النظر على التسمية. انا على يقين. ام. اللي المعركة التي لم يخذها احد. ام. منذ الثورة. اللي معركة الاقتصادية والاجتماعية. والناس كل هربت منها. وخلت الامور على ما هي خلي المنويل التنمى ويمشي. واستفادت من الوضعية وخلت البلاد تنزف الى درجة اللي وصلنا الى الوضعية هذية. انا دي ما نقول كل هربوا منها. من ترويكا. لنداء تونس. لفترة التوافق. ولا استثني احدا. الناس لأسباب انتخابية سياسية. لأسباب انتخابية سياسية. ولأسباب انتهازية. ولان جزء منهم كانوا مستفيدين من مراكز القوى اللي كانت مستفيدة من الوضعية الاقتصادية متاع البلاد هذية. انا قلت عندي مدة. اي. قيسس عيد المعركة السياسية حكاية فارغة. انا نعتبرها جولة في الاهواء. برغم الضجيج نشوف فيها ذا كل. المعركة الحقيقية ستكون اقتصادية واجتماعية. لانه الخصم الحقيقي لقيسس عيد مهمش المعارضة. مع احترامي ليهم ومن حق الناس اتعبر على راهية. اما خسرت معركتها. الخصم الحقيقي هو الشعب التونسي. الشعب التونسي اللي يقف على توابير على الخبز. ناي. واللي عنده نقص. واللي قاعد يعيش يوميا مع عملية تنكيل في المعاش متاعه. والمقدر الشرائية متاعه. الشعب التونسي مزال سابر. ومزال الى حد الان على اقل مني نخلتهم انا ونحكي معاهم يوميا. قلك صحيح الوضعية صعيبة اما نخلو له وقت. وراه يحب يوصل لكن ما وصلش. ساعات فما ناس هاكما تسايسين شوية يقولك ما خلوهش يخدم. انا ما تعنينيش. خلوهم يخلوش لانه يتحمل المسؤولية. انا نقول المعركة الحقيقية هي المعريضي. ويبدو انا من خلال على قل متابعتي اللي رئيس الجمهورية حتى التحوير الحكومي هدايا لانه سيدخل مرحلة ثانية. انتهت المعركة تقريبا السياسية. وستنطلق المعركة الاقتصادية والاجتماعية سمحني في الكلمة انا على يقين. لانه انا قلتها. اول من استعمل. اول من استعمل عبارة الريع. هو رئيس الجمهورية والريع. هي مجموعة عائلات وليس كل رجال الاعمال. لانه اكثر ناس الضرروا من عائلات الريح هما رجال اعمال التوانس وخاصة منهم الشباب. النقطة الثانية اول مرة تستعمل من مسؤول اول في الدولة عبارة كارتلات البارح كررها خمسة مرات. وهو الربط ما بين الكارتلات وما بين حزب الادارة. هناك تفهم اه يحكي على المشاريع اللي ما تتصححش والتعطيل. ويحكي على بعض الادارين اللي عندهم علاقات مع الكارتلات متاع الريع. الربط ما بين حزب الادارة وما بين الكارتلات هو يأتي في انطلاق المعركة. وان شاء الله يربي ما تبطعش برشا هي معركة تحرير الاقتصادة توسي من ايدي بعض العائلات والعصابات. خلي يتحرر وخلي الشباب يأجم ياخذ.